يا مسائل خير ويا أهلا وسهلا بكل أهلوية اللي بيتابعونا النهاردة حلقة جديدة والسادسة تحياتي لحضراتكم في البداية نصور الأهلي في كازابلانكا في مهمة إحراز اللقب الحداشر ده عنوان حلقة النهاردة وكل التفاصيل هتكون معنا في السادسة وبإذن الله ناخد حضراتكم روح المغرب نتعرف على اللمسات الأخيرة ونقرأ تفاصيل الكلام اللي تقال في المؤتمر الصحفي ونقرأ سيناريو مباراة بكرة إن شاء الله مع ضيفنا ونجمينا النهاردة في السادسة كابتن رمضان سيد بشرفنا في حلقة النهاردة بس البداية وقبل ما أدخل في العنوين خليني أقف الحقيقة مع نهائي دوري الأبطال ومش عايز أقول مفاجأة الريال وتتويجه باللقب الأربعتاشر الحقيقة في تاريخه لقب دوري أبطال أوروبا لكن الحقيقة الكرة علمتنا أنه في كل مشوار فيه كتير من الدروس المستفادة وصحيح فيه بالذات في الكرة الأوروبية يعني وفرق أوروبا بينها الأفضل على مستوى العالم والأقوى على مستوى العالم بنسمع تحليلات وبنسمع مقارنات وبنسمع إرايات مين الأقوى مين الأفضل لو الحقيقة شفته بداية الريال في بداية الموسم وفي مشواره في بطول الدوري الأبطال على وجه التحديد حابعت شو عن الليجة في أسبانيا كلم على مشواره في دوري الأبطال وسألت قاعدت المحللين رأيك في فرص تتويج ريال مدريد باللقب كان استبعد الحقيقة لفريق الملكي بشكل كبير وحطه قدامه منافسين ممكن يظهروا على الورق أقوى بكتير وبمراحل محدش يقدر يستبعد فريق زيال PSG محدش يقدر يستبعد فريق زيال Man City حتى تشيلسي حامل اللقب كان ضمن المرشحين الأقوى وبالتأكيد ليفر بول في النسخة الأفضل مع يورجين كلوب السنة دي كان برضو واحد من الفرق المرشحة والغريب والعجيب والغير منطقي هي بره علم المنطق بشكل كامل كرة القدم علمتنا أنه ما فيش شيء منطقي وأنه في النهاية كل تسعين ديها بتتلعب ليها ظروفها وليها استعدادها وليها درجات التركيز فيها وليها طبعا حالة التوفيق من عدمه وأعتقد أن التوفيق ما كانش حليف ليفر بول مبارح بأي شكل من الأشكال إذا كنت تعتقد أن فينيسيس جونيور وأنه كريم بنزيمة هم أصحاب الفضل الحقيقي في التتويق فاسمح لي أن أنا أختلف مع حضرتك وأقولك أنه في ظني وفي تقديري أن تيبو كورتوها لعب دور البطل في مشوار ريال مدريد وحتى وصوله للحظة التتويق تقلق كورتوها ما كانش مبارح بس لكنه كان متقلق في أكتر من لحظة عملت فارق حقيقي ونقلت الريال نقلة كبيرة جدا أهمهم محطتين محطة مباراة العودة أمام المان سيتي وبعد تلقي هدف رياض محرز كان من الممكن جدا أنه سيتي ضعف النتيجة مرة واثنين وثلاثة ولكن تقلق كورتوها هو اللي ده فرصة للريال للعودة مرة تانية مبارح أعتقد أنه النجم الأهم في الريال كان تيبو كورتوها اللي أنقذ الريال حقيقة من هزيمة ثقيلة ووقف بالمرصد لكل محاولات الليفر ولكل محاولات الكنج المصري محمد صلاح للأسف الشديد جدا والحقيقة أنا حابب أوجه رسالة لصلاح مبارح طبعا ما كانش موفق على رغم أنه لعب دور كبير جدا في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى ريال مادريد أعتقد أنكم تتفقوا معي أنه ده ممكن يكون الموسم الأفضل في المستويات اللي قدمها محمد صلاح مش بس في الأرقام في المستوى اللي وصل ليه محمد صلاح على مدار مشواره الاحترافي الكامل مش بس مع ليفر بول كورة صلاح اتطورت بشكل كبير جدا وده بان قوي الموسم الحالي ده ورغم التقلق الكبير لصلاح ورغم أنه ناس كتير بتشوف أنه بقى من الأفضل أو على مستوى الأفضل في العالم لابد أنك تحط اسم محمد صلاح إلا أنه خسر بطولة أمم أفريقيا في النهائي مع مصر ما قدرش يتأهل لكاس العالم في مواجهة سنغال خسر لقب الشامبيونز ليج في المحطة الأخيرة في المباراة النهائية وخسر كمان لقب البريمير ليج بس الرسالة اللي حابب أن أنا وجهها لصلاح لو كان صوت واصلي بقوله أنك عندك الأفضل وأنه الأفضل لسه مجاش وأنه الحلم ما انتهاش وعندك قدرة بالتأكيد أنك أنت تنافس في مواسم جاية على لقب الأفضل اللي بيتهالي أنه بعد عنه بشكل كبير جدا على أقل الموسم الحالي نروح لفرقتنا ونتعلم الكورة ونتعلم من مواجهة برح كان فيه مواجهة من العارة تقيل يعني اللي شايف واللي قرأ بين السطور بعيدا عن الحداشر ضد الحداشر في الملعب كارلو أنشلوتي في مواجهة يورجين كلوب بحقيقة برح حاجاته درس وأخطاء أعتقد على الدكة سهمت بشكل كبير جدا في خروج المباراة بالنتيجة دي لصالح ريال اللي تقريبا ما كانش موجود وتقريبا كان واضح جدا أنه كارلو أنشلوتي كان بيلعب على اللعبة دي كان بيلعب على الكورة دي كان مخفص فرقته أنه ده السبيل الوحيد أو دي الطريقة الأمثل أن احنا نخترق ونسجل في مرمى الليفر وقد كان رغم الاستحواز والفرص والمهضرة والسيطرة تقريبا شبه الكاملة على مجردات اللقاء لكن كانت في النهاية طبعا النتيجة لصالح الريال على كل أحوال خلينا نتابع النهاية الأهم وخلاص احنا منتكلم في 24 ساعة جماهي العز تطمن على الفريق كلام موسيماني كلام الريكراكي المدير الفني للوداد استعادات النادي الأهلي كلها هتكون محاور للحديث النهاردة في محاولة مننا أن احنا نقرب منكم ونترح عليكم طبعا رؤيتنا لمباراة بكرة المواجهة الفنية يلي جوال ملعب المواجهة غير الفنية طبعا بالتأكيد طبعا وديتكلم عليها مستر موسيماني وقال إن احنا عدنا وخضنا بالتجربة دي قريب جدا طبعا في مواجهة الرجاء كل الكلام ده هنتكلم عليه في حلقة النهاردة تعالوا بقى نشوف رأيكم في سؤال الحلقة سؤال حلقة النهاردة مين هو اللاعب اللي تتوقع تقلقه من النادي الأهلي في النهاء الأفريقي بكرة أو مين من وجهت نظرك بلغة الكرة ممكن يكون مفتاح فوز النادي الأهلي في مباراة الوداد فاينال أفريقيا نتمنىهم كلهم متقلقين وتواهجين في قمة التركيز وبإذن الله إن شاء الله قادرين عند ناس شك في قدرتنا على إن احنا رغم الظروف الصعبة إن احنا قادرين نرجع من كازابلانكا باللقب الأفريقي نبدأ مع حضراتكم وندخل في حلقة النهاردة والبداية مع عنوين الأخبار الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا للنهاء الأفريقي أمام الوداد المغربي ومسحة طبية للعابي الأهلي استعدادا لمباراة الوداد موسيماني الأهلي يحترم الوداد وجاهزون للفوز في أي مكان مدرب الوداد الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا ومحمد صلاح على رأس تشكيل الموسم في دوري أبطال أوروبا موسيقى 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 أهلاً وسهلاً بك على شاشة الأهلي شكراً جزيلاً لكم لدعواتي موسيقى في البداية خاليني أبتدي مع المباراة الكبير عن برح اللي جمعت بين ريال مادريد وليفر بول الإنجليزي في نهاية الشامبيونز ليج إزاي شفت المباراة وإزاي شفت تتويج نجاحة الريال رغم الحقيقة أن كان من بداية الموسم مش في أفضل أحواله ولكن نجاحه في نهاية المشوار بالتتويج باللقب الأوروبي الأربع تاشر في تاريخه نعم أعتقد أن هذه المباراة كانت مقفولة وهذا طبيعيا أن توجد في المباراة النهائية أن تكون يوجد مساحات ضيقة مثل المباريات السابقة ولكن أعتقد أن كورتوا هو من أدى مباراة رائعة وهو من أهل فريقه للفوز في هذه المباراة ولكن أعتقد أن ليفر بول أدى أداء رائع ولكن في كل الأحوال ريان بديد استطاعت الفوز باللقب بفضل هدف وحيد خلال المباراة وهم دائما ما يفعلون هذا ويستطيعون الفوز مثل ما فعلوا أمام تشيلسي وأمام مانشستر سيتي كانوا دائما قاب قوصين أن أدنى أن يخسروا ولكن استطاعوا أن يحولوا دائما النتيجة لصالحهم مع كريم بنزيمة الذي دائما ما يصنع الفارق اللاعب الرائع وهو مهم جدا لريال مدريد وعنصر مؤثر وأعتقد أن لديهم أفضل مهاجم بنزيمة وأفضل حرس مرمى كورتوا وهذا ما صنع الفارق قاعدة أنه ليس الأفضل هو من يفوز دائما في كرة القدم اتكررت أكتر من مرة مع ريال مدريد الموسم الحالي والبداية كانت من مواجهته البي اش جي الكل توقع قدرته وخصوصا بعد العرض القوي اللي قدمه في باريس على إقصاء ريال مدريد لكن نجح ريال في العودة تكرر الأمر مع تشيلسي وتكرر الأمر في الدور قبل النهاية أيضا أمام الستي وتكرر بالأمس في المباراة النهائية من وجهة نظرك الفنية طبعا إيه هو أهم الأسباب في نجاح ريال في العودة في كل مباراة صعبة أو في كل مواجهة صعبة وجهها كارلو أنشلوتي في المقام الأول تقلق بعض اللاعبين زي كورتوا وزي بنزيمة وزي بنيسيس جونيور في مناسبات معينة ولا تي شيرت وشعار ريال مدريد هم أصحاب الفضل الأول كما أعتقد أن لديهم فريق جاد وأعتقد الأهم أن تمتلك مهاجم قوي وحارس مرمى كبير وهذا ما يمتلكه ريال مدريد بالفعل ولهذا أقول أن كورتوا سمح لريال مدريد بالفوز وإعطاءه الأفضلية على ليفر بول وبالطبع أنه فريق ينتلك العديد من الخبرات التي يستطيع من خلالها أن يتحكم في رتم المباراة ولهذا أن لديهم لاعبون على قدرة عالية هو ما يفعلهم دائما في منصات التتويق أعتقد حتى في مواجهة شيلسيو ومنشستر سيتي وليفر بول كانوا على مستوى أفضل ولكن ريال مدريد دائما ما تفعل المفاجأة ولكنها ليست بصدفة ولكنها هي الخبرات التي ستجعلك دائما على منصات التتويق وأن تذهب بالمباراة لتفوز بها لأن الفوز بدوري أبت أوروبا ليس بالشيء السهل أنه دائما بالشيء الصعب الذي يتطلب خبرات كبيرة فريق لدي هذه العقلية عقلية البطل الذي دائما ما يصنع الفارق وهو ما فعله ريال مدريد أعتقد قدرتهم الزهنية والبدنية دائما ما تساعدهم على فعل هذا وهذا ما ساعدهم للفوز بهذه البطولة والطبع المدريد هو فريق كبير وهو الحاصل الأكبر على هذه البطولة حاصل 14 مره على هذه البطولة خمس مرات في آخر سبعة أعوام وإذاً فخبرات اللاعبون تجعلهم قادرين على تحقيق هذه البطولة مش قادر الحقيقة ما قرنش أو ما استدعيش نهائي الشامبينز ليج في النسخة الأخيرة أيضا يعني كانت المواجهة بين منشستر سيتي واتشيلسي وكانت كل الترشيحات بتصب في مصلحة المان سيتي كل الأراء المحللين بتقول أن فرص سيتي واجوارديولا هي الأعلى ورغم سيطرته واستحوازه وصناعته للخطورة على مدار المباراة لكن تشيلسي في النهاية طوجة بطلاً لليويفا شامبينز ليج اتكرر الأمر السنة دي مع انشلوت يورجين كلوب وهنا مهم جداً تكلمني عن دور المدير الفني في التحضير لمواجهة من العرى التقيل من 90 دقيقة مش مباراة ذهاب وعودة وتأثيره وقدرته على إراءة المنافس ونجاحه في أنه يسير بالمباراة للسيناريو اللي هو كان متوقعه أو رسمه من البداية نعم نعم هذا مؤكد وليس بامتلاك الاستحواز أو الأفضلية خلال المباراة نعم هو شيء مهم ولكن الأهم دائماً هي الفاعلية الفاعلية وهي ما تنتج عن الإعداد الجيد وهذا ما يؤهل الفريق للفوز باستغلال الفرص وهذا ما يفعله بنزيمة في العادة دائماً كل مرة يستطيع أن يحرز ويرجح كفة نديه وهو ما فعله أيضاً كورتواه بالأمس فإذاً هي الإعداد الجيد ولكن في كل حوال ريال مدريد اتبع الدفاع قوي وهو ما أهلوا لإحراز هدف في النهاية وهذا ما كان يستطيع فعله أمام فريق مثل ليفر بول الذي فعله كل شيء من الضغط ومحاولات لإحراز الهدف ولكن خطة ريال مدريد ما هي ما أهلته في الآخر للفوز ولكن أعتقد أن ريال مدريد استطاعوا أن يدرسوا بشكل جاي جداً لعيبي ليفر بول واستعدوا لهم جيداً من الناحية الدفاعية وهذا ما كان واضح خلال المباراة وقفل المساحات كان واضح خلال المباراة قلة الفرص وما فعله ريال مدريد محاولة أن تقل الفرص أمام ليفر بول ولكن ليفر بول لم يكن موفق فيها إحراز النهاية إزاي استقبلت تصريحات فلاونتيلو بيريس طبعاً رئيس ريال فيما يتعلق طبعاً بالنجمة الفرنسي على خلفه طبعاً فشل التعاقد معه لصالح ريال مدريد بعد نهائي دور الأبطال أسف هل ممكن أن تقرر السؤال؟ السؤال عن تصريحات بيريس يعني على خلفه أو بعد تتويق الريال بلقب دور الأبطال كان ليه تعليق طبعاً على يعني عدم وفقة كيلين مبابي على الحضور ينضم للصفوف الريال وأنه كيلين مبابي النجمة الفرنسي أصبح مجرد تاريخ منسي بالنسبة لهم هو حر أن يذهب للمدريد أو أي فريق آخر هو المسؤول عن قراره أود أن أقول أنه هو اللاعب طبعاً رائع لاعب فازة كأس العالم مع الانتخب الفرنسي ويؤدي أداء رائع ولكن ليس هذا ما يقول عليه أنه يجب أن يغير فريق هو يجب أن يلعب في مكان ما يريد ويبقى باريس نجمان فريق خبير فريق فرنسي وهو اللاعب فرنسي وأعتقد أن الحلم أن يفوز بدور أبطال أوروبا مع باريس نجمان وأعتقد أن هذا قريب أن هذا قريب والإمبابي يلذي فقط من الأمر 23 عاماً ولهذا هو ليس بعيد أن يحقق ما يتمنى هو اللاعب صغير في السن وأعتقد أن يوجد كأس العالم قريباً وهو يتمنى أن يحصل على كأس العالم ودور أبطال أوروبا مع فريق فرنسي حسيب المباراة الأهم على مستوى أوروبا ومصر طبعاً بما أن الأهلي المصري وصل للمباراة الهائية للعام الثالث على التوالي رأيك في المواجهة بين الأهلي والوداد ومن وجهة نظرك مين الأقرب والأفضل كحظوظ يعني لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا السندي أعتقد أن ستكون مباراة رائعة بين الفريقين الأكبر في إفريقيا حالياً وأعتقد أن ستكون مباراة رائعة وكما رأينا ريال مددودة ليفر بول أعتقد أن هذه المباراة ستكون مباراة كبيرة تمثلك على عديد الفنيات وأعتقد أن يوجد تفاصيل قليلة ومهمة في هذه المباراة ما ستؤثر على النتيجة وأعتقد أن سيكون مباش رائع للمتابعة ولكن أعتقد أن الأهلي هو الفريق الأقوى طبعاً ويمتلك أفضلية عن فريق الوداد بالتجربة والخبارات والفريق الذي دائماً ما يفوز في المباراة النهائية كما ريال مدريد الذي دائماً ما يفوز في المباراة النهائية هذا هو حال الأهلي ولهذا أعتقد أن الأهلي تميز في هذه المباراة المدير الفني بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب الأفريقي اللي تولى المسؤولية ونجح بالفعل لقيادة الأهلي المصري لتحقيق لقب في آخر نسختين في مواجهة وليد ركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي إزاي بتشوف المواجهة الفنية وقدرة كل مدير الفني على قيادة فريقه لتحقيق لقب أعتقد أن مدرب الأهلي لديه خبرات أكبر بسبب أنه فاز بدور إعطاء أفريقيا مع الفريق الجنوب أفريقي ومع الأهلي مرتين وهذا مهم جدا المبارات النحائية تتطلب خبرات عديدة وأعتقد أنه درس الفريق المغربي الوداد المغربي بطريقة رائع ولهذا سيعطيه أفضلية خبراته وهي نقطة قوية وبناء على هذا أكثر جودة لعب الأهلي التي هي كبيرة في إفريقيا ولديهم خبرات عدة فهو فريق دائما ما يحصل على الألقاب وأعتقد هذه الأفضلية التي في صالح موسيماني من وقع تجربتك وانت يمكن زي ما قلت قابلت الأهلي في نهاية بطولة 2008 إيه اللي بتلاحظه أو إيه اللي بتشوفه بيميز فريم نادي الأهلي كواحد من أهم طبعا الأندية على مستوى الأفريقيا والبطل طبعا صاحب الأرقام القياسية على مستوى البطولات الأفريقية أعتقد كل مرة سأقول هذا أنها الخبرات والأهلي هو فريق كبير هو لديه لعبون دوليون دائما ما يلعبون للمنتخبات الدولية يلعبون للمنتخب المصري وهم ذهبوا للمباررة النهائية في كأس الموافريقية مع منتخب مصر ودائما ما يمتلك الأهلي لعبون على مستوى عالي لعبون دائما ما يلديهم الروح التنفسية وهذا شيء كبير لفريق هذا يعطي الأفضلية دائما للفريق الذي يدعي اللاعبين الذي اعتادوا على الفوز لأن هذا يعتمد على العقلية كما أقول لكم هذا الأهلي دائما أشبهه بريال مدريد هو اعتاد على الفوز البطولات وهذا ما ينعكس على لعبيه في الملعب وخارج الملعب وأعتقد أن دائما المباريات ما تجد صعوبة في الفرق التي تمتلك لعبون لدي خبرات ولهذا أعتقد هذه هي فضلية الأهلي ميسيو ديني لفاني طبعا مدرب القطن الكاميروني لسابق بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك معنا وظهورك في ألسا ديسا شكرا جزيلا خلينا بمناسبة كلامنا عن الريال أفكركم بحاجة مهمة جدا لأن حقيقة كان جماهير الريال في بداية الموسم متخوفة بشكل كبير جدا لرحيل أسماء كبيرة جدا ساهمت بشكل أو بآخر وكان لها تقل وتأثير على مستوى الفريق في السنوات الأخيرة منهم قائد الفريق نفسه سيرجي راموس اللي رحل بي أجي رفايل فاران طبعا واحد من أهم اللاعبين في خط دفاع ريال مدريد اللي انتقل لمنشستر يونايتد وقبلهم نجوم كتير جدا منهم إيسكو ومنهم كريسانو رونالدو طبعا سيرجي سيفن وكل توقع الحقيقة جارث بيل كلها أسماء من العيار التقيل وكل توقع أنه على الأقل لابد على الريال أنه يعمل صفقات من العيار التقيل عشان يقدر يعوض رحيل النجوم دول ورغم أنه المنافس الحقيقة دعم صفوفه وكلام هنا على ليفر بول السنة دي بعدد من الصفقات اللي أثبتت الحقيقة نجاحها بشكل كبير كوناتي في خط الدفاع تيجو الكانترا في خط الوسط لويس دياز في خط الهجوم إلا أنه الحقيقة شخصية الريال ظهرت بشكل كبير جدا في مباراة نتفق أو نختلف في النهاية الريال وصل لتحقيق لقبه الـ 14 في دوري الأبطال على كل أحوال لكل وجهة نظر ولكل تصريحاته خلينا نروح لأول يورجين كلوب المدير الفني المتوقع الحقيقة أنه نتيجة مباراة مباراة كانت بالنسبة لي بمثابة الصدمة ونشوف قال إيه في مؤتمر بعد نهاية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا تحدثت للعبين بالفعل عن مدى فخري بهم رأيت أنني كنت الشخص الوحيد في حجرة تغيير ملابس في تلك اللحظة ولذلك أعتقد أن اللاعبين يحتاجون لوقت أطول لتفاهم ذلك أدرك ذلك غير أن هؤلاء اللاعبين قدموا أداء متميزا في الموسم البطولتان اللتاني لم نفز بهما خسرناهما بفارق ضئيل جدا بنقطة واحدة وبهدف دون مقابل ماذا يقول هذا؟ إنهم كانوا في ذلك اليوم أو في ذلك الموسم في حالة منشستر سيتي أفضل منا بنقطة واحدة وكان ريال مدريد أفضل منا اليوم بهدف واحد هذا لا يخبركم أي شيء عننا الاختلاف بين الآن وعام 2018 إنني أرى فريقنا سيعود مرة أخرى إلى النهائي ولم أرى ذلك عام 2018 وددت لو رأيت ذلك لكنني لم أدركه غير أن هؤلاء اللاعبين قادرون على المنافسة وتعاملهم مذهل إنهم مجموعة ممتازة وسنعود مرة أخرى أنا حاسس جدا بأورجين كلوب صعب قوي شيء صعب شيء قاسي جدا أنك تكون بتقدم أفضل موسم بالنسبة لك وتكون قابق قوسينا وهدنا من التتويج وتخسر اتنين من أهم وأكبر البطولات على مستوى العالم كله مش بس على مستوى أوروبا الشامبينز ليج بهدف واحد بلقطة واحدة فقط فيها فريق ليفر بول تركيزه ومن كرة تقريباً أعتقد أنها كانت شبه دالة من فالفيردي لكن فينيسيس جونيور استغلها وقدر يحرز هدف المباراة الوحيد في نفس السيزن في نفس الموسم اللي بتكون قريب وعلى بعد 20 دقيقة أو 25 دقيقة من نهاية مشوار الدوري ويتم تتويجك ويقدر السيتي أنه يقلب الطاولة مرة تانية ويقلب الترابيزة مرة تانية ويحقق الفوز والتتويج بفرق نقطة وحيدة في النهاية في سباق المئة متر ممكن يبقى الفارق بين الدهب والفضة كسر من الثانية بس التاريخ للأسف ما بيفتكرش غير صاحب المدالية الدهب على كل الأحوال خلينا نروح لتيبو كورتوها اللي بشوف واللي أثبت فعليا أنه رغم المعاناة اللي عاناها الريال لأنه مش ده الريال اللي احنا عارفينه حتى رغم التتويج مش ده الريال القوي اللي قادر أنه يمثل خطورة على أي منافس مهما كان إمكانياته ومهما كان حجمه ومهما كان قدره مش دي النسخة اللي بتلمع من ريال مدريد حتى مع التتويج لكن بشوف أنه واحد من أهم عوامل حسم اللقب بالذات لقب شامبيونز ليج للريال مدريد السنة كان تيبو كورتوها الحارس الدولي البلدجيكي اللي بعتقد نحط نفسه فيه مكانة الأفضل على مستوى العالم على الأقل في الموسم الحالي نشوف تيبو كورتوها لإيه ونرجع لحضراتكم على طول أما بشأن سؤالك الأول فربما كانت أهم حركة قمت بها عندما أفلحت في تحويل تسديدة ساديو ماني لتصطدم الكرة بالقائم لأنها كانت حركة صعبة كنت بحق بحاجة لأن أدفع نفسي وأستغل مساحة المترين أمامي لبلوغ المنطقة ولنعطاف بسرعة لصد الكرة أما بشأن الجزء الثاني من السؤال أعتقد أن هناك ميجلة ميجلة 442 البريطانية لم تضعني في إصدار شهر مارس ضمن أفضل عشرة حراس مرمى ولا أدري سبب ذلك أعتقد أن هذا ينم عن عدم الاحترام لا أقول أنه يجب عليهم أن يضعونني على صدارة القائمة لا أهتم بذلك فأليسون حارس ليفربول حارس عظيم وإدوارد ميندي تشيلسي حارس عظيم ويان أوبلاك أتليتيكو مادريد وإدرسون منشستر سيتي هناك العديد من حراس المرمى العظمى لا أقول أنه يجب عليهم وضعي على صدارة القائمة لكن وبعد موسم مثل هذا لا يضعونني ضمن أفضل عشرة هذا غريب والأمر الثاني شهدت يوم أمس العديد من الأشياء الغريبة القادمة من إنجلترا أعتقد أن هذا يتعلق بالطريقة التي تركت بها فريقة شيلسي أعتقد أن الوضع كذلك فست مرتين بلقب الدور الإنجليزي الممتاز ولا أعتقد أنني نلت مطلقا اعترافا بذلك خاصة بعد عام الأول في مدريد لست عظيمة وسخر مني العديد من الناس لكنني هنا الآن بغصف الفائز وهذه عوضة لطيفة نحن سنلعب نهائي الكأس أينما سيكون النهائي والنهائي هنا إذن نحن هنا إذا أردتم أن تنظروا إلى أشياء أخرى خارجية لن يكون هذا بالشيء الجيد للتجهزات الخاصة للمباراة نحن استعدين للمباراة ونحن نحاول أن نلعب المباراة على أرضية الميدان فقط خلال التسعين دقيقة ونعم هذا لا يعني أن العوامل الخارجية لا تلعب دور ولكن نستطيع أن نحقق نتيجة أفضل بدون الحديث أو القلق عن القرارات التي ليست لنا سوف نترك هذا لأصحاب القرارات نحن لاعب كرة قدم أي شيء آخر هي سياسات ولكن سيكون من الجيد أن نفوز هنا أعتقد أنه سيكون شيئا تاريخيا إذا استطعنا الفوز هنا منذ أن مارست كرة القدم دائما ما حصلت على فرص من كل شخص لا يوجد شخص في الحياة استطاع أن يكون ناجحا بدون مساعدة من أحد آخر لا يوجد شخص في الحياة أنا لا أهتم ماذا تعتقد نفسك ولكن أنت حصلت على مساعدة من شخص آخر إذن يوجد أناس كثيرون ساعدوني لأكون ما عليه أنا الآن بما يخص تدريب كرة القدم حياة المهنية بدأت مع ميلودي سانداونز ومع فريق آخر اسمه سبورت يونيتد هكذا بدأت هم أعطوني الفرصة وبعدها الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم أعطاني الفرصة ومن ثم أعطاني الأهلي فرصة أخرى لأكون ما عليه الآن ولهذا أنا ممتن لكل الخطوات التي مررت بها وكوني حصلت على الفرصة ولكن أعتقد أنني اغتنمت الفرصة التي حصلت عليها أنا لم أكن لأتواجد هنا بدون الأهلي ولم أكن لأتواجد بالأهلي لو لا تواجدي في سانداونز إذن هذا هو التسلسل وها نحن هنا الحياة دائما ما تكون عندما يعطيك أحد المساعدة يجب عليك أن تغتنم الفرصة وأنا كنت محظوظ فريقنا دائما ما يلعب بدون لعبين مهمين ودائما ما كان يحدث هذا في رحلتنا وإذا نظرت إلى تاريخ آخر سنتين أنا كنت هنا ودائما ما لعبنا بدون لعبين مهمين نحن لعبنا كأس العالم بدون الكابتن الشناوي لعبنا كأس العالم بدون تسعة لعبين عندما قرر الاتحاد الإفريقية أن يلعب نهائي كأس الأمم في نفس معاد تواجدنا في كأس العالم دا كانت جزء طبعا من تصريحات بيتسو موسيماني مدير الفني النادي الأهلي اللي بشوفه الحقيقة يمكن يكون المؤتمر الأقرب الحقيقة ونستعر طبعا بقيت تصريحاته مع حضراتكم الوقت لبيتسو موسيماني في شخصية النادي الأهلي يعني الراجل كان هادي جدا كان الحقيقة واضح جدا في ردوده وكان عنده يمكن حسن تقدير جدا للمباراة النهائية اللي بتقام في المغرب والطرفها التاني مغربي هنقرأ تصريحات ريكراكي هنقرأ تصريحات موسيماني هنتكلم في مباراة بكرة اسمحونا بس في بداية نرحب بكابتن رمضان السيد ضيفنا النهاردة في السادسة مساء خير كابتن رمضان ربنا خليك وخليك نور الدنيا ربنا يبارك فيك حليل بإذن الله يعني بكرا نبقى بنحتفل إن شاء الله بالحضر إن شاء الله بسمح لنا نخطف كده الرسالة بتاعت المغرب زماننا فاروق صراحة جاهز من هناك يقول لنا النهاردة آخر يوم طبعا قبل مواجهة بكرة فيقول لنا كده تفاصيل وملامح آخر السعادات النادي لأهلي قبل المباراة بكرة إن شاء الله فاروق مساء خير وأهلا بك معنا في السادسة كل التحية للزميل العزيز أحمد سبير وبرحب طبعا بكابتن ماصر الكابتن رمضان السيد وزميلي أحمد الكابتن رمضان السيد طبعا حفيده واحد من مواهب قطاع النشئين في النادي الأهلي عمر سيد معوض طبعا نتمنى له التوفيق ونكون واحد من العناصر إن شاء الله اللي يكون موجودة في الفريق الأول للنادي الأهلي عايزة أطمنك من هنا من كازابلانكا من الدار البيضاء وآخر استعدادات فريق للنادي الأهلي لمواجهة فريق الوداد غدا بمشيئة الله على مركب محمد الخامس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة اليوم زميلي أحمد كانت المسحة الطبية للعب للنادي الأهلي تبقى البروتوكول للاتحاد الأفريقي واللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي ثم عقب المسحة الطبية كان الاجتماع الفني اللي من خلاله يعني تم التحديد بعض الأمور هيتم الالتزام بها من المسؤولي للكاف في المهدي المباراة يعني من على هامش هذا المؤتمر تم تحديد النادي الأهلي هيكون في الجانب الأيمن بجوار جماهير النادي الأهلي طبعا النادي الأهلي هو الفريق رقم إيه في الملعب هيتم ارتداءه الزي الرسمي للنادي الأهلي هو الرداء الأحمر بينما فريق الوداد هيرتدي الزي الأبيض في الأسود الأهلي أحمر في أبيض أيضا تم التحديد والاتفاق على بعض الأمور المحظورات من جانب الاتحاد الأفريقي أبرزها طبعا الشماريخ والليزر والقاء الزجاجات أيضا التأكيد على أن تقنية الفار هتعمل على مدار توقيتات المباراة لو المباراة طبعا تم تحديد المباراة لو انتهت الشوطين الأول والثاني بيء اللي تعادل هيتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين كل شوط مدته 15 دقيقة ومن ثم الاحتكام إلى رقلات الترجيح تم طبعا تحديد مواعيد حضور كل فريق إلى أستاذ مركب محمد الخامس قبل موعد انطلاق اللقاء بساعة ونصف عقب الاجتماع الفني زميلي أحمد كان المؤتمر الصحفي زي ما استعرضت تصريحات مستر بيتسو مسماني وأنا باتفق معك تماما واضح الهدوء والثقة على مستر بيتسو مسماني أيضا على محمد الشناوي وده اللي احنا لمسناه في انطبعاتنا وأحدثنا مع مسؤولي وسائل الإعلام المغربية اللي كانوا موجودين بيتابعوا المؤتمر ويتكلموا على قوة النادي الأهلي وخبرات لعاب النادي الأهلي أن النادي الأهلي في آخر ست سنوات هيلعب الفاينال الخامس وقالوا أن النادي الأهلي متمرس في هذا الأمر كما أن المباراة الأهلي أمام الرجاء قدت خبرات للأهلي في التعاون مع الأجواء في المغرب طبعا وليد الرقراقي المدير الفني لفريق الوداد اتكلم على أن النادي الأهلي يبقى هو ريال مدريد القرى الصمراء ونادي القرن لازم نعمل حساب واعتبارات للنادي الأهلي واتكلم على بيتسو مسماني يعني انتهى المؤتمر الصحفي لكل الجازين الفنين ثم يعني التوجه يعني مستر بيتسو موسيماني طبعا لفندق اللي قام عقد جلسات مع اللعبين في محاضرة طبعا هتكون يعني بعد لحظاتها يبقى في محاضرة فنية لمستر بيتسو موسيماني مع اللعبين ثم التوجه والتحرق إلى مركب محمد الخامس لأداء المران الرئيسي للنادر أهلي على هذا الملعب في الوقت اللي أنا بكلمك زميلي أحمد حاليا في اجتماع مجلس إدارة من جانب يعني كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة الموجودين طبعا مع الكابتن محمود الخطيب طبعا للوقوف يعني تحديد كتير من الأمور يعني الوقوف على كل التفاصيل الخاصة بالتحضير والتنظيم غدا بإذن الله أعيز أطمنك على حالة اللعبين اللي احنا لمسينه من اللعبين الثقة اللي موجودة طبعا كابتن رمضان السيد واحد من كابتننا الكبار اللي تعرف أن المبارات النهية بتحسم على تفاصيل بسيطة فيها كتير جدا من الأمور الشغل النفسي وزي ما بنقول هي مبارات لعيبة مبارات لعبين وشخصيات لعبين وطبعا درب المسل مستر بيتسو مسماني ووليد الرجراجي أن بالأمس مبارات ريال مادريد وليفربول هي مبارات تكسب ولا تلعب وتكلموا أن هذه الأمور وأكيد زميل أحمد طبعا كابتن رمضان السيد كابتننا هيستفيد في هذا الأمر طبعا أنا موجود معك زميل أحمد لو فيه أي استفسار وأي تساؤل عايزك تطمني على اللعيبة يعني اللعيبة أنه كله الحمد لله جاهز وتبقى الأمور في النهاية في إيد مستر مسماني هيختار الطريقة والتشكيل الأنسب لكن كلمني على جاهزية اللعبين وكلمني كمان على الإقبال من قبل الجالية المصرية وجماهير النادي الأهلي اللي موجودة وجماهير الكرة المصرية أنا عارف أنه ورد جدا أنه كتير من الجماهير اللي حتى مش أهلوية يكونوا حضرين مباراة وعندهم رقبة في مساندة النادي الأهلي فاتكلمني على الإقبال من ناحية الجالية المصرية والجماهير المصرية على حضور مباراة بكرة إن شاء الله يعني خليني نتكلم على شقين زميل أحمد شقك لأطمنك على حالة اللعبين وحالة الجاهزية أنا بطمنك طبعا إحنا قلنا أن كل اللعبين جاهزين مستر بيتسو مسماني يتبقى لي الأمر لتحديد الطريقة وتحديد الحداشر لعب إن شاء الله اللي يخبرهم التشكيل الأساسي اللعب اللي احنا زي ما قلنا يعني خلاص اتحسم الأمر اللي هو يبقى صعب جدا لحاقب المباراة هو محمد عبد المنعم باستثناء محمد عبد المنعم كل اللعبين كل اللعب بالزبط زميل أحمد كل اللعبين في حالة فنية وبدنية إن شاء الله تبشر ده التفاؤل اللي احنا منعكس علينا إن شاء الله أي 11 لعب إن شاء الله يكون موجود في الملعب هيكون على شخصية وعلى قدر المباراة الشق الثاني زميل أحمد الإقبال الجماهيري حتى الآن طبعا للنادي الآلي زي ما قلنا هو بيدعو الجماهير طبعا لإستلام التذاكر مجانا بيتوافد الجماهير النادي الآلي في رحالات طبعا طيران جاية في الوقت الحالي بيتوافدوا على النادي الآلي طبعا في بعض الجماهير بتستلم تسكرة حضور المباراة لدى وصولها للمطار في بعض الجماهير العربية أو الأهلاء المصرية المقيمة هنا في المغرب أو الوفود اللي جاية سواء من الدول العربية أو للدول الأجنبية بتأتي إلى مقر إقامة النادي الآلي تم تخصيص مكان بجانب مقر إقامة فريق النادي الآلي لتوزيع وإعطاء الجماهير المصرية تذاكر المباراة مجانا كل الأمور وكل الترتيبات نتمنى إن شاء الله تكتمل الصورة بتوفير ربنا سبحانه وتعالى زميل أحمد وإن شاء الله يا رب يكون يوم فرحة فيه تملى مصر إن شاء الله بفوز النادي الآلي بالبطولة بإذن الله إن شاء الله هنقابلك بكرة قبل المباراة إن شاء الله السادسة يكون لها لقاء معك فاروت قلنا بقى اللمسات الأخيرة ما قبل المباراة مباشرة بشكرك شكرا جزيلا دي كانت أخبار بقى سيتنا ورجالتنا واستعدادهم تمريناتهم الأخيرة النهاردة اللي هتبدأ كمان لحظات على مركب ملعب مركب محمد الخامس استعدادها لمباراة بكرة وعشان ندخل في المباراة بكرة والتفصيل يهمني جدا كابتر رمضاني جاوبني على السؤال ده مين مباراة كابتر رمضان في نهائي دوري أبطال أوروبا كان المدير الفني الأجاد وكان المدير الفني اللي عمل الهومورك بتاعه والواجب بتاعه عشر على عشر يورجين كلوب اللي عمل خطة مكنت فرقته من الاستحواز ومن السيطرة ومن خلق فرص يعني متعددة للخطورة ولا كان لها أنشلوتي اللي أرى إمكانيات ليفر بول وقدر بلدغة واحدة يخلص المباراة ويحسم اللقب لصالحه هم الاتنين الحقيقة يعني أنشلوتي أنا في رأيي أنه هو أرى فرقة ليفر بول بشكل طبعا مميز جدا وبشكل قوي جدا وعرف اللعبهم ازاي الحقيقة يعني هو يمكن انبقى الشوت الأولاني كله ما جذفش خالص حتى الباكين ما بطلعوش خالص هي الفرقة كلها كتوقفة وراها كابتن هو معتمد أن في ليفر بول صلاح ومنين في سرعات طبعا سرعات كبيرة جدا ودياز رغم أن بس دياز والحقيقة ومانين ما كانوش في الحالة بتاعتهم في الفورمات بتاعتهم لكن هو أرى أنه لو جازف وضغط على ليفر بول هيتوجد مساحات كبيرة جدا جدا وكان ممكن يتضرب الحقيقة هو أرى ليفر بول بشكل قوي جدا يمكن أقول لك حاجة يا أحمد الحقيقة كلوب رغم أن أنا بعتبره من أفضل مدربين العالم لكن هو مبارح من يعني أنا بقول أنه هو جبروت أنه بيلعب بريال مدريد ويقوم ضاغط من أول دقيقة وبيضغط على إيه؟ ده بيضغط على كورتوة لما بيستلموا كرة أو بترجعوا كرة حد بيروح يضغط عليه يا دياز بيروح يضغط عليه ما نيه بيضغط عليه فعمل بزل مجهود جبر في الشوت الأولاني الحقيقة يمكن أعتقد أنه هو عشان يكمل الشوت التالي بنفس البدل ده كان صعب جدا جدا لكن طبعا أنا في رأيي أنه هم مش محظوظين مبارح مش موفقين مبارح الحقيقة وعاوز أتكلم على صلاح الحقيقة صلاح الموسم ده من أفضل موسم صلاح من ساعة محترف والأفضل موسم ليفر بول برضو طبعا 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 وفي نفس الوقت صلاح يعني عاوز أقول لعبتنا ونجومنا الحقيقة صلاح بيشتغل على نفسه بشكل يعني قوي جدا 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 أي نقص عند صلاح هو بيعرف يشتغل على نفسه صلاح النهاردة كان عنده الحاجات المهارية الحاجات اللي في المساحات الدايئة ما كانتش عالية النهاردة صلاح بيفوت من أربع لعبها بمنتهى السهولة فده تميز صلاح بعدها بـ 48 ساعة وبعد اللحظة اللي احنا متقبل فيها دي بـ 24 ساعة نهائي لا يقل أهمية إن لم يزد بالنسبة للأهلوية الأهلي والولاد مباراة واحدة من 90 دقيقة هتحسم لقب دوري أبطال أفريقيا من وجهة نظرك المباراة دي ينطبق عليها أيضا تكسب ولا تلعب ولا تتوقع سيناريو يكون مختلف شوية عن سيناريو المواجهة بين الريال والليفر يعني يمكن أنا في رأيي إن لو إحنا رجعنا بس فترة كده شهرين أو لحاجة أنا في رأيي إن أفضل مباراة للنادي الأهلي أداها في الموسم ده مباراة الهلال السعودي في كاس العالم الأندية مباراة تقدت الحقيقة بفكر ومستوى عالي جدا 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 أنا بتمنى بتمنى من مصر المسلماني وبتمنى من لعبتنا إنهم ينقدوا بنفس القوة دي لأنك أنت بدأت المباراة رغم من الهلال كانوا قابليها بيوم أو بيومين عاملين مباراة كبيرة جدا مع تشيلسي لأ لعبنا ضاغط وتقارب الخطوط اللي حصل يمكن ما حصلش على فترات كبيرة جدا من مباراة اللي فاتت الحقيقة تقارب الخطوط ده بيساعدك أنت تنفذ الضغط بشكل قوي ولما تقطع الكرة كمان بتستخلص الكرة بسرعة صحيح عنصر المفاجأة واحد من أهم عناصر حسم المواجهات اللي من مباراة واحدة مين يفاجئ مين ده سؤال حضرتك بس هتسمحني نروح نفاصل ونرجع نسمع إجابة كابتر رمضان السعيد أول حاجة وحنا عارفين البوليميك للتراتة على الجمهور من الفينال اللي هتلعب في دونور مين ده سؤال حقيقين ده سؤال حفيقين لأكاف وشنا عسين في حليقة اكتبوه اللويل وشنا عسين على لسpectاقل في دونور فقط ينبينو أصداد بليستغراء كابتر ومين ده سؤال حربة في سنغال أو في الجنوب afريقية أو في تنزانيا ومين ده سؤال حضرتك لهم ويستغراء كابتر أو حقيقين ده سؤال حبيبتر ولكننا نريد أن نعب في كيرو ونحن نحن لم يكن لدينا مشكلة صراحة نحن نريد أن نعب مع الجمهور ويكون لدينا سبكتاكل والجمهور صراحة سوف يعاوننا نحن في الدار لأنني لم أكن أمن من فرقة في الأهلي لأنني سأكون لدينا تلعب مع 45 ألف الناس أمام والفين والعام اللي فات جاءوا الرباط ربحوا هنا ولكننا نظر إلينا بعدчно كما تلعب مع الجمهور لأنني سأكون لدينا تلعب مادة لأنني سأكونوا محقنا بشكل محقق لأنني سأكونوا بشكل جائع نحن نعبني وأراد إله لأنني سأكون مريف كذالي عنه والأهلي يقص بالنجز لن نعبنا ثلاثة منثلة في الألعام لأنني سأكون هكذا أنا أعطى الحق comunسيغة في حافظ تنتيج، فعلوها في حبيب كبير. إنتدري هو الأسبوع لأنني أرادت بحث عن أموال. في حاجة الآن، خطريتك في أصدقر ما في کا أيضا عمض. في محامل هذه الأصدقر من أصدقر إننام Yamaguchi ردينة وخطريتك في حافة أصدقر. لكنني أدعينا شبابا من المعودة لذلك، لقد أعبت بالقرار. محامل الأصدقر، في أثنقر، نعمل الأصدقر، المترجم للقناة 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 الأفضلية لمين بكرة في التسعين دقائق يعني خلينا أقول لحضرتك أنه ودي عند جهاز فني أكيد بيحسبها وعند لعيبة بتحسها كل واحد عنده مقياس كده تيمي نادي لأهل عنده إحساس بإمكانياته ورغبته والطريقة الأمثل عنده لعب الهلال السوداني السعودي عنده لعب الدحليق قطر عنده لعب بالذات لما تبقى من جاولة واحدة يفهاش ذهاب وعودة بيبقى فيه إحساس بالأفضلية الأفضلية عند مين بكر؟ مين يعمل حساب بالتاني أكتر؟ بصة أنا هقولك حاجة يا أحمد أنت لو بتعمل تقييم الحقيقة لفيرة الوداد من بداية دور الأبطال الحقيقة أنا أفراقي أنت بتتكلم مثلا عن بيترو أتلتكو آخر مبارات بلعبها في ملعب الوداد بيترو أتلتكو الحقيقة كان عنده فرصة كبيرة جدا جدا إن كان ممكن يوصل تاتا واحد لأنه أحرز هدف وجاله حوالي مثلا أقل من عشر فرص فرص أكيدة يمكن الوداد ما كانش في الحالة اللي كان عليها في مبارات الزهاب اللي كسبها تاتا واحد طبعا اللي كسبها تاتا واحد فأنت من هنا وانت بتوري لعيبتك المبارات دي الحقيقة هتدي له مني فعلا أنا أقدر ألعب ضغط وأقدر أبدأ بالشكل زي ما قلت لك اللي احنا اشتغلنا به في المبارات المهمة جدا المبارات الكبيرة جدا بنشتغل ضغط وبنشتغل في تقارب الخطوط نقدر أن احنا نختارقهم وخصوصا أن هما كمان عندهم الباك اليمين والجناح اليمين مش موجودين الأسسين وفي نفس الوقت هما عندهم السرد باكين وإحنا شوفنا ده اللي حيات في مبارات بيترو أتليتكو حيات تختراقهم سهل جدا لأن فيه عنصر بطء موجود عند الاتنين دول بالذات فبالتالي أنت ممكن تختارقهم سهل جدا لكن في وسط ده كله الفرقة دي مميزة جدا جدا في الكرات السابتة وفي الكرات العرضية اللي هما بيحضروا مثلا من ناحة اليمين ومحطينها للجناح الشمال بيعمل لها خلخلة يا شمال أفريقيا عموما يعني طولس المغرب الجزائر العرضيات بتاعتهم طبعا يعني مصدر خطورة أساسي وأول بالنسبة للأندية ومنتخبات بالزبط وبرضك نفس الحكاية هما بيحضروا من ناحة الشمال وبعدين هم محطرنا على الجناح اليمين وبعدين يتعامل الكروس والكروس هما عندهم أطوال الحقيقة فعشان كده احنا لازم نبقى عاملين حساب الكورس السابتة وفي نفس الوقت الكروس العرضية لو حضرتك كان الكروس بتلعب نهاية أفريقيا فشلت يعني خد بالك برضو دي دخلة في الحسابات ويمكن من حصنا حظنا أن احنا قابلنا أبطال المغرب كلهم في السنوات الأخيرة ومن حصنا حظنا أن الفرقة دي لعبت في النسخة دي قدام الوداد في مركب محمد السنادي يعني قدام الرجاء في دور التمانية ونفس الفرقة دي لعبت قدام الوداد في قبل النهاية النسخة اللي قبلها وبرضه لازم أحط في الحزب أنه فرقة الوداد وصت للدور قبل النهاية في النسخة أو في النسختين اللي فاس بيهم والنادي الأهل مرة خرجوا على يد الأهلي نفسه ومرة خرجوا على يد كايزر تشيبز هنا تفتكر الوداد ممكن يبتدي مع الأهلي إزاي أنا بلعب أنا مطالب بداية أن أنا أوصل للقب اللي فشلت في أكتر من النسخة أن أنا أوصله أنا من حصن حظي أو بمساعدة للتحدي الأفريقي أي إن كانت تختار إيه بلعب المباراة النهاية على ملعبي وبلعب المباراة النهاية في وسط جمهوري بالتالي ده ممكن أن يشكل على الركراكي وعلى فرقته ضغط نفسي أو عبق نفسي في بداية المباراة عشان يحاول يندفع أو يحقق هدف لقدر الله مبكر في الندي الأهلي ولا هيتخفص في جميع الأحوال ونستنى في البداية سيناريو مقفول من ناحيتين ده بنسبة روح لتسعين في المية هو مش هيجازف مش هيجازف آه طبعا لأنه هو برضك آري فرقة النادي الأهلي وعارف أولا لعبة النادي الأهلي وجهازهم الفني عندهم الخبرات في لعب النهائي يعني خبرات كبيرة جدا جدا الحقيقة فهو مش هيجازف يعني أنا أنا بقولك اللي هيفاجئ أنا في رأي موسيماني هو اللي هيلعب ضاغط وهو اللي هيلعب أنه هو يخلص الحقيقة يحرز هدف في بداية المباراة في الأول 20 دقيقة وده يفرق مع نادي الأهلي بشكل كبير جدا لكن أنا في رأيي أنه هو مش هيجازف وهيأمن وهيقبلك برضك إيه في نص ملعب أو بعد مثلا نص ملعب عشر يارضات عشان تبقى خطوطه فيها تقارب وفي نفس الوقت ما يديش مساحات للسرعات الموجودة عند لعبة نادي الأهلي إذا كان طاهر أو بيرستاو أو علم علول أو أحمد عبدالقادر وهم كمان الحقيقة برضو نفس الحكاية يعني أريين التميز اللي عندنا إذا كان أحمد عبدالقادر في تميزه في الاختراكات بالكورة وأنه هو كمان بيصنع أهداف الحقيقة وفي نفس الوقت عارفين سرعة بيرستاو وعارفين سرعة طاهر محمد طاهر وعارفين علم علول مفتاح لعب كبير جدا 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 بالنسبة لنا وخصوصا لما بيربط مع أحمد عبدالقادر أنا أريد أن أقف مع حضرتك بردو بواحدة من رقميا يعني مجموعة أرقام أو يعني رقم ممكن يكون ليه تأثيره على المباراة من ناحية البدنية ومن ناحية الفنية لرأية كابتل رمضان لفكرة أنه لعبة الأهلي تقريبا تقريبا رقميا مفترض طبعا أنا أعرف أن الموسم لسه فيه عدد كبير من مطشاط ومسابقات دولي وكاسب بس رقميا إحنا نعتبر في نهاية موسم ليه؟ لأنه لعبة الأهلي لعبة وأغلبهم طبعا دوليين شاركوا سواء مع منتخب مصر في بطولة كاس العرب وفي بطولة أمم أفريقيا ووزكوا للمطشاط يعني في العرب وصلنا قبل نهائي في الأفريقيا وصلنا مباراة نهائية ولعبنا كمان المطشاط في الموسم ده زيادة كاس سوبر في مواجهة الرجاء لعبنا مطشاط كاس عالم ثلاث مطشاط وبالتالي رقميا عدد بما أنه الوداد مفهوش عدد كبير من اللعبات دولية أعتقد نفهمش غير حالس المرمى وهو حالس ثالث ملعبش يعني لعبين خمستاشر مباراة زيادة عن الوداد السندي مطشاط دولية تأثير ده على الناحية الفنية والناحية البدنية وكلها مطشاط طبعا طبعا تأثير ده على الناحية البدنية وناحية الفنية للنادي الأهلي طيب أولا إحنا البطولة الأفريقية والبطولة العربية الحقيقة طبعا إحنا عندنا عدد كبير جدا من لعبتنا دوليين لعبوا طبعا المبارات دي كلها وزائد مبارات السوبر الحقيقة لكن أنا في رأيي أن إحنا برضك لسه لعبتنا أخذت راحات بشكل كويس ما فيش عندنا السشفة تعملت بشكل كويس قوي 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 على المرحلة اللي فاتت دي كلها فأعتقد أن إحنا لعبتنا كلها في حالة بدنية عالية جدا طبعا وكمان يعني أنت بتكلم إيه في العدد المبارات أنت بتكلم فيها دي يا أحمد فتنس المباريات لياخت المطشوات آه لياخت المطشوات دي مهمة جدا 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 فبالتالي إحنا الحمد لله عندنا دي أعلى عشان كده أنا قلت لك أنه هو ممكن يفاجئ ويبدأ أنه يلعب ضغط بصوب ضغط تمام هنتكلم على السيناريو نأو أسلنا المباراة لسيناريو يمكن إحنا نتكلمنا على البداية وعلى المفاجأة يهمني أقرى مع حضرتك التسعين دقيقة وخصوصا لو المباراة متدت لوقت إضافي والأوراق الربحة اللي ممكن يستخدمها مستر المسلماني يكون موجودة جانبه عندك تغير من سير أو من طريقة وشكل لعب النادي الأهلي بس تسمح لنا روح هنروح لفاصل أخير ونرجع نكمل كلامنا مع نجميلنا النهاردة كابتر رمضان السايد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقت إضافي أو ركالات ترجيح وهنا أنا على الحقيقة في رسالة واضحة للشناوي يعني الشناوي المنتظري منه بإذن الله يكون بكرة سد منيع وزيما كورتواء لعب دور كبير جدا إن شاء الله فيش حاجة توصل لمرمى الأهل بإذن الله إن شاء الله بس اللي هيوصل من الثامنين إن شاء الله إن شاء الله أن الشناوي يكون سد منيع ويكون ليه دور كبير جدا في حسم اللقب عايزة أسأل كابتر رمضان خاف من حاجة برا الملعب يعني خاف من حاجة أو عامل حساب حاجة برا التسعين دقيقة أو المئة عشرين دقيقة اللي ممكن يكونوا هيتلعب جوا الملعب بكرة لا أعتقد إن إدارة النادي الأهلي بكل اللي عملوه الفترة اللي فاتت إن أنت بتقدم التجاج للاتحاد الأفريقي بتقدم التجاج للاتحاد الدولي إن أنت مثلا قدرت إن أنت يجيلك أفضل حكم أفريقي مفروض فيكتور جوميس طبعا طبعا حكم فير وحكم جريء جدا وقوي جدا ومميز جدا الحاجات دي كلها طبعا في صالحنا الحاجة اللي هي حتة الجمهور أعتقد برضك نفس الحكاية يعني أنت فيه تمرينة كان مشجح في المدرجات لوحده ده كان يعني عامل زي ما يكون مثلا عشر تلاف واحد صحيح وبصوت إيه يعني حتى أكبر حتى للكابتن محمود الخطيب نروح له نروح له ويقول له تعالى خد التذكرة حاجة إنت لو راح لك مثلا عشر تلاف ولا خمس تلاف هيعملو لك شكل في الملعب وهيعملو لك مساندة كبيرة جدا المفتوب منهم مش إنهم يعني يدخلوا في منافسة مع جماهير الوديدية المطلوب منهم إنهم يوصلوا للعيبة إحساس التمانين مليون أهلاوي اللي مستنين لهم بس يرجعوا وده هيحصل إن شاء الله يعني قادرين الخمس تلاف أو ست تلاف والله ولو ألف كبتر إحنا متشاط الأهلي في الدوري كان بيبقى فيها ألف مشجع كنا بحسنين أن الملعب عمليات يعني أنا ما فيش ألأ من خارج الملعب أعتقد أن ما فيش ألأ إن شاء الله بإذن الله نيجي للسيناريو المباراة حتى وقعت أنه موسيماني فاجأ ركراكي السيناريو الأفضل بالنسبة للأهلي بتاعي أن الأهلي يسجل مبكرا طبعا وده يلغبط حسابات الوديد ويحيد بشكل كبير يعني يخليه يفقد واحد من أهم أسلحته هو فكرة الجمهور طبعا طبعا يعني لك أنا بقولك أن المفاجأة لو ربنا سهل ونجحنا فيها في أول 20 دقيقة 25 دقيقة أو أول مباراة وبنحرز هدف ده يفرق معنا طوال المباراة وهي برضك هي يعني أنت مش هتعمل مثلا ضغط مثلا 45 دقيقة أو ضغط مثلا مش عارف 70 دقيقة لا أنت بتقسم المباراة أنا بضغط ممكن 30 دقيقة ولازم بتهيلي برضو الاتنين هيبقوا عاملين حساب أن المطشو ممكن يروح لمعه 20 دقيقة طبعا عشان كده أنا بقولك أن يعني أنا في رأيي من أكتر الحاجات اللي أضرت كولوج مباراة أنه هو عمل 45 دقيقة الأولانية بأقصى طاقة أقصى طاقة ممكن يقديها لعيب كورة أنك بتضغط 45 دقيقة لدرجة أنا قلت لك بيضغطوا على الحارس كورتوها يعني دي كمان حاجة صعبة جدا جدا موجود كبير هم اللي يقدموا البدنية السندي يعني تسمح لهم بدا هم بدنين الحقيقة الفرقة وقفة كتوقفة على رجلها طول الموسن طبعا وبعدين خد بالك دي ناس يعني بتلعب في بريمير ليج وبتنفس على لقب البطولة الآخر لحظة يعني على عكس الليجة مع كامل احترامي الريال والبارسة لكن المنافسة في بريمير ليج حاجة تانية خط دور الإنجليزي دلوقتي بقى حاجة أفضل أفضل دور موجود طبعا فعشان كده أنا بقول لك هو كمان مجسماني هيقسم مباراة يعني لو عمل النصف ساعة بتاعته اللي عملها في مبارات الهلال وأحرص فيها ثلاث هداف دولت لو حرزنا هدف يا طبعا طبعا جميلة انتشاف سيناريو الهلال السعودي أفضل سيناريو الأهل يلعب بمقشم طريق أو تشكيل بالضبط ربنا سهل لو أحرصت هدف كل حاجة بقى حيض الجمهور هتبقى ضاغط على لعبة الوداد في نصف ملعبهم حتى بقى كتفكير أو كإراية لهم من بره حتى الرجل المدير الفن هتبقى صعبة جدا لو لعبت بالشكل دولت فدي أنا في رأيي نقطة مهم جدا وبعد كده هتبدأ ربع ساعة بتطاردك بترجع تاني وبتاخد نفس وبعدين تقسم برضك الشوت التاني بنفس على حسب النتيجة على حسب انت حرص هداف يعني ما فيش خلاف قوي يعني طبعا في النهاية حسب الطريقة اللي هيختارها ميستر موسيماني حاب يلعب بالتلاتة في نصف الملعب حاب يبتدي بالتنين في نصف الملعب لكن ما فيش خلاف على الأسماء قوي لو ان شاء الله كله جاهز وكله فت وكله فورميته يعني عالية في خط الدفاع وخط النص لكن في خط الهجوم ممكن شوية الناس سيبقى مختلفة ومحتارة انت اخترت عبدالقادر وطاهر وفرستاو هنا ممكن حد يقولك طب وتستبعد أفشة وتستبعد حسين الشحات من مواجهة الوداد قابلنا الوداد في النسخة في النجمة التاسعة في البطولة التاسعة لقب التاسع وكانوا اتنين من اكتر اللاعبها تقلقت في المواجهة دي حسين الشحات ومجدي أفشة وعندهم خبرة بالفرقة وعندهم خبرة بالملعب تخطوهم في الاول على الدكة وما تشركش حزيبهم انا لو بلعب اربعة اتنين تاتة واحد يبقى أفشة لازم يبقى موجود لو لعبت بقى اليو ديانج وحمد فتحي يبقى أفشة رقم عشر يبدأ المباراة وأفشة أنا بردك بحب بردك يعني أقول أنه هو في آخر مباراة لعبها مباراة امبي كان نجم المباراة حمد لله على سلام من فترة كبيرة وكمان ايه ده حمد لله على سلام كمان مش رقم عشرة بس مش صناعة اللعبة بس ده كان بدافع انه هو كان بيلعب كدفيندر فلا أفشة في حالة بدنية الحمد لله كويسة وأفشة بيعرف يعمل لك استحواز أفشة بيعرف يربط لك الخطوط ببعض أفشة بيعرف يعمل مساندة مع بيرستاو مع الاتنين اللي فوق لا في حالة النحلة بنلعب 4-2-1 لازم أفشة يبقى موجود حسين الشحات ممكن تبقى ما بينه وما بين طاهر لكن أنا بتكلم على طاهر ليه لأن طاهر في آخر مباراة توظف أنه هو من الجناح بيروح يضم على بيرستاو كراس حربة تاني وعملها بشكل كويس وأحرز منها داف لكن حسين الشحات طبعا آخر مباراة وبرضا شغال بشكل كويس أوي وبرضا أنا بس مثبت أحمد عبدالقادر أنا أحمد عبدالقادر بقول لك من اللعبة اللي بيصنعه الفارق يا جماعة يعني أنت كل كرة في رجل أحمد عبدالقادر بيعرف يصرف فيها بشكل كويس أوي بيعرف يعمل بها اختراق يعرف يجيب جول يعرف يصنع جول بيعرف يربط مع علي معلول يعملوا جبهة الشمال دي بشكل قوي جدا جدا فاهم كبير موجود بينهم ظهر في كذا يعني كذا الدويتو ده طلعه ماتشات كتير أوي وربطين مع بعض بشكل كويس أوي أي لو كلمت على مهاجمي أو ملاش مهاجمي هو أمطاعها من بنزا هو بتهاية دي أخطر لعيبة عندهم بالزبط لكن لو كلمت على مصادر خطورة عموما في فرقة الوداد والحاجات اللي لازم ميسر موسيماني يشتغل على أنها تقف لأنها ممكن تكون مصادر خطورة على مرمى النادي الأهلي شايف مين وإزاي هو الأخطر حاجة الكرات العرضية يمكن إحنا الهدف الريالما دي الأحراز ومبارح اتعامل فيه خط دفاع بتاع ليفربول بشكل سيء يعني الراجل معاك كرة وفي نص ملعب ليفربول وسبوقه سبوق غايت مع عمل الاختراك بالكرة ووصل عشان يعمل كروس ممكن عمل كروس وعلا كان شايتها أنا بتاني الراجل كان شايتها يعني مش حاسس قوي أنها كانت مقصودة أنها تبقى بلعوبة الفينيسيس يعني هي بقى كرة فيها توفيق آه فيها توفيق طبعا بنيزباك بيلا جدا يعني دي كانت الأقرب أنها تدخل ولا كرة بتاعت صلاح اللونج باسل اللي استلمها على وش رجله طبعا وسبق وعمل وحطها ده شوف صلاح استلم ازاي وكرة كتصعبة جدا وفي نفس الوقت تثبت المساكل اللي بيجري معها ازاي آه عشان يروح لجل وحطها بشكل يعني طبعا دي لو فيها ميلي ولا اتنين ميلي آه طبعا أنا متغالي الكرة دي الكرة جات هنا كده كده بيعمل ايدي كده جات هنا ما تصددش هو فرد ايدي راح تجاية في ايدي وكرة بتاعت سادي يومانيل اللي في شط الهوال طبعا اللي جات في القايم آه طبعا هي الطبيعة هقولك حاجة لو في توفيق بتيجي في القايم وتغبط في الحارس وتخش بتاعت صلاح دي يعني صعب جدا اي حدث يطلح يعني فعشان كده يعني اول حاجة اول تفكير لمسلمان الحقيقة بكرة اننا اضغط على اللعيب اللي هيعمل الكوروس في مدافعين بيوسعوا زي ما يكون بيقولوا يا عم يلا طلع الكوروس بقى لا ده انا لازم اقفل سكة الكوروس والكورة عشان ما فيش بقى هما مميزين يعني بلعب الكوروس بشكل مميز جدا وسريع جدا وقوي وفي نفس الوقت التعامل مع الكوروس ده هما بيعرفوا يتعاملوا معها بشكل قوي ازاي تقدر تخلق المساحات في دفاع الوداد وازاي تقدر تستغل السرعات اللي حكت بتتكلم عليها عن برسي لانه عشان استغل السرعات لازم اخلق مساحات عشان يباني يعني اذا كان برسي او عبدالقادر او معهم طاهر ممكن يستغلوا المساحات في خط ظهر هو يمكن الفترة الاخيرة احنا خلاص ابتدنا نعرف نربط يعني عبدالقادر ببرسي تاو وبطاهر عارفين نربطوا مع بعض فمهم جدا ان انت مثلا واحنا بنحضر الكرة مثلا في التلت الوسطاني مع التلتة نص الملعب ان احنا بنرجع شوية عشان نعمل المساحة دي لبرسي تاو وفي نفس الوقت انت بتسلم احمد عبدالقادر او بتسلم طاهر او طاهر بيشتغل في المساحة كمان محمد عبدالقادر ما بيشتغلش في المساحة هو بعوز يستلم في رجلية هو بيصنع من الكرة بعد كده بيصنع خطورة من استلامه عندك علي معلول علي معلول ممكن بتستخدمه في خلق مساحة برضك بشكل كويس او لان بيجي من تحت من غير رقابة فبالتالي تقدر تدرب علي معلول تقدر تدرب بطاهر تدرب تدرب ببرستاو الحقيقة وبرستاو وطاهر عنصر السرعة اللي موجودة انا قلت لك ان عندهم مشكلة كبيرة جدا في حياتة الاثنين المساكين احنا نقدر نختارقهم بالسرعات بتاعت طاهر وبتاعت بيرستاو نصيحتك لقلبي دفاعنادي لأهلي بكرة الاقرب للمشاركة انا عايزك تقولي طبعا رأيتك انت شخصان للتشكيل وايه التشكيل افضل لو كله جاهز بإذن الله لمواجهة الوداد بس انا اعتقد انه يعني الاثنين المساكين غالبا هيكون ياسر وايمن اشرف في مباراة بكرة ربيعة لعب مطش كبير جدا قدام امبي ممكن جدا يبقى داخل في الحسابات ممكن يبقى في الصورة هو ربيعة انت عارف يخشي ليه يا احمد لان زي ما قلت لك اللعب الهواء اللعب الهواء الكرات العرضية اللي هي اللي ممكن تتعامل معها ياسر بتعامل معها بشكل كويس جدا وربيعة بتعامل معها بشكل كويس جدا مين الافضل انا في رأيي بقى ربيعة ربيعة اه طبعا ربيعة مع مع ياسر مع ياسر اه طبعا طبعا لكن ايمن طبعا من اللعب الكويسين جدا في حيث المساك بس المباراة دي محتاجين التعامل مع الكرات العرضية الكرات العالية ايه النصايح اللي توجهها لهم في مطش بكرة والكلام على خط هجوم الوداد غير قصة العرضيات او قصة الكرات العرضية يعني انا بس بقول لرامي وبقول لياسر الحقيقة في الكرات العرضية ما تروحش انت عينيك على الكرة بس في مدفعين بيروحوا وكروسي بتلعب بسيب مكاني وبروح انا عاوزة اطلع الكرة لا انا اهم حاجة الرجل اللي هو موجود معايا اذا كان راس حربة او من الاجنحة اللي مكملة يبقى انا شايفوا الكرة والمهم ان انا كمان راس الحربة اللي انا مسكوا او الجناح اللي انا مسكوا لو تعاملنا كده والاتنين الحقيقة يعني ياسر انا في رأيي في الفترة الاخيرة من افضل المستكين اللي موجودين في مصر الفترة الاخيرة ياسر في تطوير في اداءه الحقيقة وفي التزام وفي جدية وفي روح عالية جدا وياسر من اللعبة المميزة في القوات العالية ده انا كنت اقول لك كمان الاتنين تحديداً رامي وياسر في ألعاب الهوى وفي الكرات السابتة للأهلي بيبقى ليهم در برضو في أحراز الأهداف بالزبط الاتنين طبعا ياسر أحراز لنا أهداف كتير الحقيقة تراهن على مين بكرة يبقى مفتاح الفوز كابتال رمضان يعني بكرة إن شاء الله أنا براهن أحمد عبدالقادر وبرستاو عبدالقادر وبرستاو تعال نشوف الناس اخترت مين هسألناهم في بداية الحلقة النهاردة مين بكرة هيتقلق ويكون مفتاح فوز الأهلي إن شاء الله وتحقيقه للقب الحداشر تعالوا نشوف ردود جماهيرنا دي لأهلي كات مين في ناس طاقات حسين الشحات وفي ناس قالت طاهر أحمد رز عيات تقريباً يعني لو قرأت الاسم صح بيختار حسين الشحات نور بتختار أو بيختار طاهر والشناوي والسلية حمادة ناصر بيختار إن شاء الله بإذن الله تاو ومحمد شريف إحنا ماشيين كده الفرقة كلها كامل شريف بيختار طيب ماشي أوكي النهائة هيكون الساعة تسعة بتوقيت القاهرة أعتقد يبقى تمانية بتوقيت الجزائر يمكن لكن هو تسعة هنا بالأكيد تسعة بتوقيتنا هنا في القاهرة إن شاء الله محمد أشرف الجبري بيختار شريف وعبد القادر وحسين الشحات نادى محمد السيد اختارت فرسي تاو وعبد القادر أحمد خلف بيختار إن شاء الله رب كلهم ونتمنى كلهم طبعا يعني إحنا بنشوف بس كده يعني الرهان على مين لكن إحنا سقطنا في الفرقة كلها إن شاء الله بكلهم مطلقين أحمد خلف بيختار عبد القادر وتاو بشكل محدد ويوسف ياسر بيختار عبد القادر تالي عبدالآخر ليه النصيب الأكبر عندنا كمان زهرة باشا بتختار ديانج وياسر ومعلول والشناوي وأبو سيف بيختار تاو وديانج أبو يوسف أبو يوسف بيختار تاو وديانج يعني زي ما احنا بنتكلم في سكة كبيرة جدا جدا في عبد القادر وبرستاو الحقيقة الاتنين في حالة يعني أربع مبارات وربعة وبرستاو من أفضل لعيبة النادي الأهلي كصناعة أهداف وبيحرز أهداف وبالتالي زي ما قلت لك أحمد عبد القادر بيدي ثقة بيعرف يختارك بالكرة بيعرف يجيب جول بيعرف يشتغل مع علي معلول يربط مع علي معلول طبعا وطاهر زي ما قلت لك السرعة عندنا بكرة جمهور هيحضر المباراة هيمثل جماهير موجودة في كل حتة في مصر وافريقيا ولطن عربي تقول لهم إيه وإيه الدور اللي أنت مستنين منهم على مدار التسعين أو المئة وعشرين ديها كابتر رمضان يعني أنا يمكن بس أنا أقول لهم خدوا اللقطة بتاعة المشجع اللي كان موجود بس هو بس في المدرجات وفي الجوة الاستاد لوحده وكان يعني بيشجع بشكل قوي جدا 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 قصة مع الجمهور في المدرجات مش قصة عدد عمر جمهور الأهلي مكان بالعدد جمهور الأهلي بثقته في لعبته بروحه بحالته ودي حاجة يعني وهو عموما عموما يا أحمد لعبتنا على طول على مدار المواسم اللي فد كلها والسنين اللي فد كلها أي عدد من جمهورنا بيبقى موجود بيحسوا بيه بشكل كبير جدا وفعلا بيحسوا أن بقى لفيه مثلا عشر تلاف طبما فيه ثمانين مليون تسعين مليون متابعنا صحيح هيعملوا حساب دي وهما بيعملوا حساب دي ما بيعملوش حساب العدد اللي بيحضر المباراة بس وده المطلوب منهم بكرة احنا مش في سباق ولا منافسة مع الأمور الوداد احنا الأهم انه يكون قدام لعبتنا وصل لهم وشايفين في أرض الملعب احساس ومشاعر وأحلام وأمال الملايين من جمهور نادي الأهلي موجودة في كل مكان انتوا اللي بتمثلوهم وانتوا اللي بتعبروا عنهم وانتوا بكرة لسنحلهم ومهمتكم الوحيدة انه الحالة دي حالة جباهينا دي الأهلي في كل مكان اللي مستنيه ان شاء الله نسور الأهلي يرجعوا من كذا بلانكا باللقب رقم 11 مطلوب انكوا توصلوها لعبتنا لل11 راجل بإذن الله اللي في الملعب وكل التوفيق ان شاء الله بإذن الله لينا بإذن الله ان شاء الله بكرة تذكرك شكرا جزيلا ربنا خليك يعمل وبإذن الله ان شاء الله مقابلتنا اللي جاي على شاشة الأهلي نهن نبع وبنبارك ان شاء الله بإذن الله لجمهور النادي الأهلي والنجمنا والجهازنا الفني والإدارة النادي الأهلي بالنجمة رقم 11 هتكون غالية قوي ومقدمتها بتقول ان احنا ان شاء الله بإذن الله إذا ما نجحنا في مهمتنا لنقدر عليها ونحن لها بإذن الله هنحقق انتصار وبطولة تاريخية هتسجل حقيقة في سجلات وبطولات النادي الأهلي باشكركم على المتابعة وبكرة في السادسة هنكون معاكم لحظة بلحظة قبل بداية للستوديو التحليلي ونعرف ونتطمن على بعستنا وعلى لعبتنا وعلى رجالتنا في المغرب قبل بداية المباراة بساعات قليلة جدا باشكر نجمينا النهاردة كابتن رمضان السيد مرة تانية باشكر حضراتكم على المتابعة وعلى كل خير دايما نتقابل على شاشة الأهل